خلال 24 ساعة كم أقدر أطلع من ريال عشان أزيد نسبة التحدي وصعوبته راح يكون داخل البيت يعني اللي ما عنده مضايف مالهم حجة الآن راح نشتغل داخل البيت خلال 24 ساعة كم نقدر نجيب من الفلوس قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسوا تضغط اللايك وشترك في القناة وتفعل جرس تنبيهات حبيبي وعزيزي المتابع شي ثاني شكرا على الدعم الجبار اللي صار في العونة اللي فاتح خلال 3 أيام 19 ألف متابع والله العظيم أني آي يلا تبونوا على هذا شيء الله يسعدكم سعادة بدية مثل ما دخلت السرور على قلبي حرفيا يعني بيني بينكم قاعد كذا أشوف أحصائيات القناة القديمة وحصائيات قناة الجديدة قسب بالله العظيم أني ستنسوا أنا بغى أطول عليكم خلال ندخل على فكرة المقطع مثل ما تعرفين فكرة المقطع باينة من البداية 24 ساعة كم تقدر تجيب من ريال زيد على كذا التحدي راح يكون داخل البيت ما لك خلق تطلع ما لك خلق تسوي أي شغل برا داخل البيت وانت قاعد على الكرسي كم تقدر تجيب والشي هذا راح ينقاص على النفس أو ممكن انت عندك أشياء ثانية تقدر تبدع فيها داخل البيت ياولد ممكن أنت أقو مني في أشياء كثيرة ناسا بالله العظيم ممكن مؤكيد في ناس أقو مني في أشياء كثيرة وفي الأعمال حرفيا حرام انك تكتم القوة والبركان الداخلي جواه مثل هذه طبعا راح تكون مستمرة تقولي تحت في الكومنتات كانت في أشياء جديدة أول شي لاحظت في نفسي أني أنا يوساما أعرف أتقن المنتاج بشكل كبير أول عمل راح أجربه راح أنزل ستوري بيكم مهلا وسهلا كيف حالكم يا جمعة خير طيبين أنا محلوم شو طيب خالما معكم شو بها الكاميرا هنا طيب يا جمعة خير عندي 24 ساعة 24 ساعة وقعدت أفكر بيني وبين بيني وبين نفسي هل أقدر أجيب فلوس خلال 24 ساعة يلاحظت أني أقدر فوش راح نسوي أي شخص يحتاج منتاج مقطع يتواصل معاين المبلغ يبدأ من 10 دولار إلى 20 دولار خيص فيلا أنا بمنتج لك يلا لاتس جو نزلنا أول ستوري داخل الإنستجرام برضو داخل السناب أي ممكن يوساما صدق في شخص ما عنده متابعين وش يسوي بعلمك والله بعلمك الناس اللي يجوني أنا وش يسووني إذا كانوا يبغون يشتغلون معاين يدخل على أي يوتيوبر أي شخص عادي يمنتج لك عادي يشتغل لك ترى عادي حتة منتج بالجوال ترى الموضوع موفر يعني هنا نتكلم عن منتاج أشياء بسيطة مرة 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 منتاج مقطع يوتيوب مقاطع هذه ما نتكلم عن إخراج وإضافات كثيرة لا لا أشياء بسيطة مرة فكرت قلت ليه ما أستخدم الطريقة الثانية اللي هي أتصل على أي يوتيوبر وقول لها بمنتج لك أنا عادي بأخذ عليك عشرين دولار ارحب بدران انا حبيبي كيف حالك الشيخ خير دائما نسمعته الصوت يا جعلك في السلام حوالك أحد صوتا رائع ايه ما تبيو منتج لك مقطع شيء ارفع صوتك ليش ليش انا قاعد أصور مقطع 24 ساعة منتج للناس عشرين دولار شكتب حكي أحيان حلو حلو والله سامة والله تكلم جد والله والله كم اليوم بصور مقطع اليوم الساعة مانية تسعة بصور مقطع أدزلك انتظرك سرع عشرين دولار لو ما تتحول لوري للمتابعين ترى هاهاهاها قاسم بالله والله فانتظرك الظالم عليكم ياهدرون مقطع جديد ما راح نطول عليكم يا الربع صار لي فترة قاعد أحن على لعبة ودي نزل عنها ودي يلعبها لكن ما في احد من اليوتيبر منزلها ما عرف طريغة المونتاج لها ما عرف طريغة اللعب ماذا تكون طلب الثاني اجمعات الخير في نفس اليوم حسني والله ما جمع فلوس كثير اليوم قسم بالله قاعد أحس بمتعة وأنا قاعد أشتغل شاكلي بس تمري عن موضوع ذا قلمني قالوا ساما أبغى ثمنيل المقطع الأخير نتلوك يا عطن تفاصيل الثمنيل جهزنا للثمنيل هذا يتمنى 3 دولار ننتقل للعمل الثالث وننتظر أوه في شي مهم مرة تويتش عندهم خاصية ذا كنتم فعل زر السب اللي هو زر الاشتراك أوه ساما لازم أكون مشهور عشان أفعل الزر هذا لا اثنين يتكون في بثك أتوقع المدة 6 أيام له تحدي معين وبعدها تجيب زر الاشتراك هذا حطين تحديات بث 10 ساعات ولك 14 دولار ورضو عندنا وقت كثير راح نبث 10 ساعات وناخده 14 دولار راح بي شيخ شف رشا شجاعك بالجمسي والد ديك دامن يما ياندي هذا الجاجة ترى تغطيكه شيئة ذهبية تبه تمشي وراك تبه يفي شدقان خذها خذها ذهبي بنفسي جي والله معايي با اعطيكم السلامة أسامة أقسم بالله أول مرة أشوف لعبة غريبة جديدة تجذبني بهذا الشكل من كثر ما أن المونتاج جبار جبار أهنيك والله والله العظيم من مقطع جد حالة أسامة كيف الحال صباح الخير يا حبيبي يا أخي أشكرك على الصورة أيش هذا الأبداع يا حبيبي تولي صحيح من النوم شفتها ما شاء الله يا حبيبي شكرا شكرا الله يسعدك والله العظيم إن هذا المقطع إنه من أفضل المقاطع اللي سويته من ناحيتي أنا ما أدري عنك أنت في المقطع هذا مرة جميل ما يهم الكلام خلاص أوكي أوكي طيب المرحلة الثانية لو نرجع ونشوف كم طلعنا في البداية من ريال 30 دولار زائد 3 دولار حق الصورة زائد تحديات تويتش ما راح نحسب لا راح نحسب تحديات تويتش 14 دولار 30 و 14 و 3 3 مع 17 هذه 17 17 17 30 47 دولار شي الثاني عشان أكون منصف من جهتي وجهتكم سامح إنه صدق ما عندنا متابعين وش نسوي 47 دولار هذه راح أخذ منها 30 دولار راح أخذها داخل برنامج التيك توك يعني راح أخليه ممول يعني كيف ممول يعني أحط مقطع أنا سويه وأدفع عليه فلوس عشان يطلع للناس ولا أقدر أنزله في حسابي الثاني وخليه يدعس يعني برنامج التيك توك أي شخص محتاج مقطع من ناحية المنتاج والأعمال هذه أنا موجود عندكم بفكرة 24 ساعة داخل البيت إذا عندك مقطع حاب يتمنتج داخل التيك توك أو خارج التيك توك مبلغ يبدأ من 3 دولار إلى 20 دولار توصل معي في الخاص راني جاه عاد بعد ما يخلص الحط في حسابي الثاني قلمني شخص حاب يسوي أحد المقاطع الإعلانية لأحد المقاطع أحد المطاعم قلت له أوكي عرفت الآلية اللي بغاهو وسويت له المقطع هذا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة سوينا له الثمنيل وخذنا عليه خمسة دولار ولبعده جماعة الخير الشخص تواصل معاي يحتاج يصمم له مقطع خاص لسفرته فانيبغى المقطع هذا ينزل في الانستغرام اشتركوا في القناة هلظنكم فيه اشياء ثانية تجيب فلوس حنو ما ندير عنها هنا قاعد اشوف الكومنتات بزنس تداول احس كذا قاعدين يكتبون احس كذا قاعدين يكتبون عملات رقمية ما تكلم عن الفلوس اللي تيجي بالحظ لا لا تكلم عن الفلوس فلوس فلوس اللي تجيبها من عرج بينك اكتب لي تحت في الكومنتات اذا انت تعرف شي ثاني باعطيكم كذا فيديو حماسي شوي ركز معي شوي انت عندك امكانيات كبيرة امكانيات لا تحصى حرفيا ولكن بعض احيان تصير المشكلة من تفكيرك اذا فكرت انك انت ما عندك امكانيات راح تسحب الامكانيات هذه منك بتخيل ان الامكانيات هذه جتك من المولى عز وجل من الخالق البارئ المصور من الملك القدوس المهيمن من الرازق لا تكتم الامكانيات اللي عندك بسبب الاشخاص اللي حولك ابدأ اشتغل ابدأ اعمل ابدأ تحرك ابدأ سوي كل ما عندك افعل اسباب وشي يجيك هدفي كان من هذا الفيديو انه يكون فيه رسالة اوصلها للناس انك انت عندك قوة وامكانيات ولكن بسبب كلام الناس بسبب عدم اعتماد الناس عليك تعتقد انك مو قد المسئولية ابغاك بس ناظر نفسك لك يا ناظر نفسك انت افضل من غيرك باشياء كثيرة ابغاك من الان نتفق اتفاق بيني وبينك انك تبدأ تعمل وتتغير ابغاك تشاركني انجازاتك هذه في السناف في الانستقرام تقول سامة انا اليوم قررت اشتغل الشغلة هذه ولو حصلت فيه اقبال كبير راح اسوي حلقة نوريكم الناس اللي اشتغلت او تغيرت اعمل 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 ابغاك تعمل لين تتعب اعمل انت موجود هنا للصلاة والعبادة وللعمل الى هنا وصلنا نهاية المقطع لا تستطيع الضغط على لايك تشترك القناة فعل جرس تمبيعات حقين لانتظرون تجديد السيارة قريب باذن الواحد لحد اشوفكم فمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة